موسيقى طيب الله وقاتكم حلقة جديدة من زوايا الحدث نناقش فيها أبعاد سياسة القمع التي يواجه بها الانتقال احتجاجات الناس في عدن شهدت العاصمة المقة عدن مواجهات مسلحة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ومسلحين في كريتر وقال مصدر محلي لقناة بلقيس أن المواجهات اندلعت مع اقتحام مدرعات ودوريات عسكرية تابعة للانتقال أحياء طويلة وحسين لملاحقة نشطاء شاركوا أمس الخميس في مظاهرات منددة بترد الخدمات والوضع الصحي في السياق ذاته نقلت وكالة الأنضول عن مصدر أمني قولها أن جنديين من قوات الانتقال أصيبا بشكل بالغ جراء انفجار قنبلة استهدفت مركبة عسكرية كان قد ألقاه مسلحون على متن دراجة النارية بالقرب من البنك الأهلي على صعيد المتصل قال شهود عيان أن قوات الانتقال قصفت الأحياء بالمدرعات ما أدى إلى تضرر بعض المنازل وأن هذه الاشتباكات حالت دون جهودهم في شفط مياه السيولة التي غمرت المنازل الأمر الذي فاقم من معاناة أهالي كريتر هناك هنا ما الذي يجري في عدن؟ ولماذا يقمع الانتقال مظاهرات الغضب الشعبي المطالبة بتحسين الخدمات وأنقاذ الأهالي؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير ينتظر الأهالي في عدن النجدة والإغاثة من الكوارث التي لا تكاد تنقطع وبينما يأملون استشعار المسؤولين والمسيطرين على مؤسسات الدولة مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الناس فوجئوا بالعكس تماما ظروف حرجة يعيشها الناس في العاصمة المؤقتة نتيجة تدهور الخدمات وما يمكن اعتباره انهيار القطاع الصحي وفوق ذلك تأثيرات السيول التي تغمر كل شيء تقريبا في عدد من الأحياء السكنية لم يبقى من بد أمام الناس إلا الخروج للتعبير عن غضبهم من حالة الضنك التي طالت كل جوانب الحياة تقريبا يخرجون في مسيرات غضب يعبرون عن مطالبهم ويحدث أن تكون لغتهم في بعض العبارات حادة وربما قاسية وضع تحولت معه عدن إلى قرية لا صوت فيها أقوى من صوت الميليشيا الخارج عن الدولة تهديد وتخوين ولغة تذكر بالعهد الشمولي وتعيد إلى الأذهان صور القمع الوحشية التي استخدمت في الحقب السابقة وفي ظل الفوضى والانفلات وغياب الدولة تظهر تشكيلات عصابية تهدد الناس بالقتل والذبح بتهم مستهلكة إذا ذلك كله تبقى التساؤلات مفتوحة حول من يتحمل المسؤولية جاه عدن ولماذا يقمع الانتقالي مسيرات الغضب التي صارت كل خيارات المطحونين الذين لا يبدو أن أحدا يأبه لمعاناتهم إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من عدن مدرم أبو سراج قياده في الحراك الثوري الجنوي وأيضا معنا من عدن الناشط عادل الشبحي أو من الرياض عفوا عادل الشبحي وهو مقرب من المجلس الانتقالي مرحبا بكم معنا نبدأ مع السيد مدرم مرحبا بك معنا حياكم الله نعم بداية كيف تنظر لما يجري في عدن ضعنا في صورة التطورات الأخيرة هناك بالنسبة للأحداث الأخيرة التي قررت فجر اليوم في كريت أرض الحراك الثوري ومكونات الحراك الجنوبي بأجمعها إضافة إلى منظمة المجتمع المدني والأهلي بما فيهم مجموعة كلنا لأجلك يا عدن ندين أي عمل يستخدم فيه العنف في عدن من كل الأطراف وندين أيضا وندين اقتحام الأحياء السكنية وإقلاق السكينة العامة في أحياء وشوارع كريتر في منتصف الليل ومما يروع الأطفال والنساء والشيوخ خاصة ونحن في ذروة الشتاء الصيف وانقطاع الكهرباء ومن عوايد بناء عدن أو سكان بيوت عدن تحديدا كريتر لأنها تقع على فوهة بركان أن يفتحون الأبواب ويفتحون الشبابيك أو الطبق كما نحن نسميها ومنهم من ينامون فوق السقوف ومنهم في الأحواش وذاك الوقت تم الهكوم على تلك المنطقة وروع الأهالي ندين حادثة الاعتداء على الطقم فهو عمل آدم لا خلافي ولكن الرد الفعل كان أقوى مما يجب مما خلف قرحة مما خلف إصابة فتاة طفلتين وخلفت إصابة شخصين أحدهما في حالة خاطرة اصابته في الرقبة بالرصاص وهو المواطن العدني أنسمانة تلك الأسلوب لا ينم عن استثباب الأمن بعدن بل ذلك الأسلوب هو يؤجق الأحداث في عدن ويزيد الطغاهم في نفوس الناس خاصة وإن الأوضاع الأخيرة التي شهادتها عدن لا تحتمل وعليكم إذا كنت أردتم أن تستعرضوا في مدرعاتكم وأطقومكم في هناك مناطق خارج عدن هناك استفلوا جنبوا المواطنين جنبوا أهل عدن ما بعدن يكفيهم الأحداث الأخيرة أساءت للسلطة الحاكمة في عدن بل إنها أقضت الشارع عليها نحن نطالبهم بعدم استخدام تلك العنب ولا يكون الاستخدام الأمني والاستخدام العسكري هو ملاذهم الأول والأخير هناك عليهم أن يتفهمون مطالب عدن عليهم أن ينظروا لأوضاع عدن عليهم أن يقلسوا مع أبناء عدن عليهم أن يدركون ويستفسرون لماذا كل تلك التورة لماذا كل ذلك التدمر الذي يقري بعدن إنهم بهذه الطريقة يخربون يهدمون المعبد على رؤوسهم هم جزء من أجزاءهم جزء لا يتجزى من أبناء القنوب ولكن على أبناء القنوب أن يعترفوا بإخوانهم من أبناء القنوب لن يقوم قنوب لمنطقة معينة القنوب إن لم يضم أبناء القنوب من المهر إلى باب المندب فذلك لن يكون أي جنوب بل كل الممارسات التي تمعمل لتخريب الجنوب وللقضاء على الجنوب ولوأ هداف الذي ضحى من أجلها الحراك الجنوبي منذ انطلاقه في سبعة سبعة ألفين سبعة نعم ننقل هذه الإدانة أو التحميل المسؤولية للمجلس الانتقالي وإدارته الذاتية هناك في عدن إلى السيد عادل الشبحي معنا من الرياض وهو مقرب من المجلس الانتقالي مرحبا بك معنا حيناكم الله نعم إذا كنت سمعت رد سيد مدرم حول تحميله المجلس الانتقالي وإدارته الذاتية لما يجري من أحداث الآن ومن تصعيد ضد المواطنين في عدن كيف ترى ذلك؟ أولا أرحب بك أخي الكريم وأرحب بجميع المساهدين عدن مستثبت وآمنة بفضل جهود كل الشرفاء داخل عدن من جميع الشرائح المجتمعية بفضل كل المخلطين والحريصين وأصحاب المسؤولية في كل التصرفات سواء من قبل العسكريين أو الأمنيين أو أيضا شرائح المجتمع المدني كلهم ملتفون حول ومجمعون على ضرورة استثباب الأمن وحفظ الأمن ومنع الخلايا وأي تصرفات أو سلوكيات يقوم بها خارجون عن القانون بغض النظر عن من هم ومن يتبعون عدن يطالب كل ساكني عدن وشواء من أبناء عدن أو الذين يقيمون في عدن أو الذين يعملون في عدن لهم حق في أن يكون بديهم قوات تحميهم من خروج أو من الخارجين عن القانون ومن الذين يسيئون ويخرجون آخر الليل يرمون القنابل على الطلقات أو على المؤسسات أو على السيارات العسكرية لا يوجد شيء مما ذكره ضيفك من عدن بهذه الفجاقة أو ما يتحدث عنه أنا أتفق في أن الجنوب لكل أبنائه من المهرى إلى باب المند بكل من ينتسب لهذه الأرض الجنوبية والهوية الجنوبية له الحق أن يعيش ويعبر عن رأيه ويساهم في سواء القضايا السياسية وأيضا الإدارة والتنمية وكل من يقيم في الجنوب حتى وأن كان من خارج لكن سيد عادل سيد عادل نحن نتحدث على أن المجلس الانتقالي يعني لجأ إلى قمع الاحتجاجات وأيضا استخدم القوى المفرطة حتى أنه قصف الأحياء بالمدرعات المنازل هناك في كريتر كيف يعني لماذا يلجأ المجلس الانتقالي إلى قمع الاحتجاجات بهذه القوى المفرطة المجلس الانتقالي يتعرض هو معه أبناء عدن من كافة شرائح المجتمع إلى غزو ومحاولة اكتياح وقف بالمدرعات والأسلحة الثغيلة والتي تساندونها أنتم جميعا وفي مقدمتها قناة بالقيس إذا كنتم ترون أن القنابل والقذائف والمجبعيات لا تؤثر ولا تشكل خطرا على أحد وتريدون ضبط الأمن وتعبرون عن أن ضبط الأمن هو المشكلة فهذه المشكلة عندكم أنتم وعند كل من يتبنى هذا التوجه السياسي المجلس الانتقالي وقواته في ظل أن عدل موضوءة بإعلان من قبل الحكومة نفسها شنت عليها أعتى الحروب وحشدت عليها أكبر القوات العسكرية من مختلف المناطق وتركت الجبهات وسلمت الجبهات للحوثيين وتوجهت جنوبا صبروا على الحوثيين ست سنوات ولم يصبروا على المجلس الانتقالي شهرا واحدا المجلس الانتقالي يتعرض أيضا لعمليات اغتيال لنشطاء مدنيين حتى من خارج المجلس الانتقالي سيد عادل نحن نؤكد على أن الانتقالي ما زال مصر على مجابهة الاحتجاجات بمجابهة الاحتجاجات والمطالب العادلة بالتخوين واتهام المتظاهرين بالإرهاب وحتى يا أخي لماذا يا أخي لا وجد متظاهر الساعة الثالثة فجرا أي متظاهر الساعة الثالثة فجرا يرمي قنبلة على سيارة تتفع الأمن هل هذا متظاهر ضيفك على فكرة عدان ضيفك من عدن عدان العملية التي قاموا بها برمي القنابل على الآخر وأنت تؤكد أنهم متظاهرون غريب أمركم أنتم للأسف الشديد تقفون في صف القوات التي أساءت حتى مسمى ومصطلح الشرعية نفسها اليوم عدن تتعرض لحرمان من الخدمات وابتزاز سياسي وذو استمر على مدى 30 سنة تم تدمير المؤسفات الخدمية ولم تبنى فيها المستشفيات ولا محطات الكهرباء ومع ذلك حتى الوقوف يريدون أن يمنعوه قاطبوا جميع المنظمات الدولية بعدم التعامل وعدم دعم عدن عدن تتعرض لابتزاز سياسي وغزو من قبل قوات قادمة من معرض الجوف ثم يظهر بعض الخلايا المعجورين الذين هم بعدد أفابع اليد سننقل هذه التبريرات سيد عادل إلى سيد مدرم سيد مدرم سيد عادل يتحدث على أن هناك حوادث عنف تحصل ضمن الاحتجاجات الحاصلة ما له المصلحة بأن يتحول المشهد من احتجاجات بمطالب حقوقية إلى مسألة عنف برأيه أكدنا مرارا وتكرارا بكلنا من أجلك يا عدن وكثير من النظامات المجتمع المدني العدني أن نضالنا سلمي ولا غير النضال السلمي وهو خيارنا الوحيد والاستراتيكي هذا لا ما نصعله ولن نعود فيه وحتى أننا في كثير من إرشاداتنا التي وزعناها فيما مضاء ماذا سنوزع حتى نرفض استخدام العنف المتعامل عليه كقطع الطرقات وإحراق التوائر نرفض هذا جملة وتفصيلها ولكن الخطاب الإعلامي من قيادات ومن ناشطين محسوبين العملية التخوين لأبناء الينوف التخوين لأبناء عدن وتقسيمهم وتهميشهم بل إن النبرة العنصرية فعالت في المراحل الماضية وإلى الآن ونجد هناك خطابات كثير وتسجيلات فيديو يحرضون على عدن ويحرضون على أبناء عدن ويحرضون على الجنوب كأنما هم الجنوبيون كأنهم هم المخلصون لديهم رؤية وهذه الرؤية تصيب وتخطأ ولدينا رؤية وهذه الرؤية تصيب وتخطأ لكن كيف رؤيتك هي أنزلت من السماء ولا غير هي القرآن يعني على الأبناء القنوب أن يمشون فيه هذه الرؤية وإلا هم خواناء وهم عملاء وهم عرب 48 وهم هنود وهم صومال وهم باكستانين وحبوش هؤلاء أبناء عدن وهؤلاء العنصر الأساسي الذي في عدن العنصر الذي كان أساسي في ملحمة معركة رمضان الماضي رمضان 2015 وهم الذين دادوا ودافعوا ودفعوا الدماء عن عدن واللي موجودين الآن لا نركن قنويتهم بل هم مجموعك أو أفرات تنوهين قاموا بدورهم في طر مناطقهم ولكن لتدخلات أجنبية أو بالأفرح بين قوصين تدخلات أبو وضابي استعدتهم وحولت العنصر الأساسي العذني في مدينتهم وفي منطقتهم إلى عنصر ثانوي وأتت في العناصر الثانوية لتهيمن عليهم طيب قبلناهم أخواننا هم جنوبي من نحنا لم ود أيدينا لكن تفهموا أبناء عدن تفهموا مطالبهم أفتعدوا عن النبرات العنصرية أفتعدوا عن النبرات التهديد شاهدوا اليوم العسكر الذين خرقوا حينما كيف هددون شاهدوا التسجيلات لا نجد أي إذانة من أي قائد منهم لا نجد يتم ردعهم لا نجد يتم محاوظهم ماذا تريدون هذا العمل الذي يخرجون فيه وهذه النبرات هذه تؤجق الشارع العذني هذه تؤثر أو تشق النسيق القنوبي القنوبي ما حدث في عدن الجميع يعلم وشيء الآخر نحن ندرك نحن قنوبيين مثلهم قنوبيين ونحن ننادي بالتحرير والاستقلال مثل ما هم ننادي لكن نحن نريد تحرير والاستقلال بلغة واضحة يعني تم تراد الحكومة الشرعية في العيد الأضحى قبل سنة وعشر شهور من الآن ومن ذاك الوقت تم إعلاء إشموء السيطرة على عدن وحينما أتت إعلان الإدارة الذاتية متى حينما خرقوا أبناء عدن بعد السيول اللي قبل الرمضان الذي أكتحت عدن وتم تخوين عدن من سلطات من الرجل الأول أو الثاني أو الثالث في المجرس يعني خاطب عدن بطريقة ذنية إذن عدن تحاني من أزمة في إدارة الأزمات التي تعصف بها كما أشرت سيد مدرم نعود لسيد عادل سيد عادل كيف تفسر تردي الخدمات الأساسية في ظل سيطرة الانتقال ومنذ إعلانه الإدارة الذاتية أولا أنا لا أعصد من أحد المتحدث من عدن يرصد المادري يعني القيادات التي تولى مهام مهمة جيدة المجرس التقالي سيد عادل لو تعيد ما قلت لو سمحت لأن الصوت يبدو أنه ردي نوعا ما لو تعيد ما قلت هو الأول والجيادات والواجهة الشخصيات التي تتطدر المجرس الداخل الانتقالي إذن سنعود بالإتصال بأسيد عادل الشبحي من الرياض ليتم تحسين الصوت نعود يا سيد مدرم أبو سراج برأيك من يتحمل مسؤولية توجيه الملف الخدمات والحقوق إلى ملف أمني بحت بين قوصين أنا أقول كل ما يقري في عدن يعني هي سياسة ممنهجة من قبل التحالف العربي بما فيهم وهم السعودية والإمارات يعني ما تطالب عدن أشياء بسيطة هي مطالب خدماتها ليس مطالب سياسية ولا مطالب كثيرة ولا إصلاح اقتصاد ولا طلب المليارات يعني مطالبهم بسيطة جدا هل هذه المطالب البسيطة تعجز على أبوظبي ولا تعجز على السعودية ولكن هم يريدون الأوضاع تبقى كما هي وهم يريدون أيضا وهم الطرفين اللي يزقوا الحليفين لهم الانتقالي وشرعي للإقتتال فيما بينهم لكي يبعفوا الطرفين لكي يسهل عليهم السيطرة عليهم لكي يستطيعون أن يحققون تنازلات فيما بينهم كل طرف يقدم تنازلات أكثر لكي يستطيع أن يبقى على الساحة ويهيمن على القرار الأمني والعسكري والسياسي بالجنوب يعني كأداء أو أدوات هؤلاء يعني هي سياسة ممنهجة من قبل التحالف العربي ولا يخفى إذن سياسات ممنهجة من التحالف العربي سيد مدرم تفضل بالمقابع نعود لسيد عادل سيد عادل كنت قد سألت كيف يمكن تفسير ترد الخدمات في ظل سيطرة الانتقال ومنذ أعلانه الإدارة الذاتية أولا دعني أكمل من حيث توقفت أنا أعتقد أن نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس لجنة الإغاثة ونواط الجمعية الوطنية جميعا هؤلاء من أبناء عدن ومن مواليد عدن وكثير من الذين يتبوؤون مهام كثيرة سواء داخل الإدارة الذاتية أو في هيئات المجلس الانتقالي هم من أبناء ومواليد عدن ونشطاء التواصل الاجتماعي ومن يديرون وقيادات المجلس الانتقالي في كل مديريات عدن هم من أبناء عدن أنا أتمنى من الذي ذكرهم الأخ مدرم أن يكون لهم موقف واضح من القوات التي اتخذت قرار الحرب على محاولة الاجتياح عدن في ظل أن عدن موبوءة بكورونا ومحرومة من الخدمات وأتمنى أن نسمع من مدرم موقف وأنا أسف أنه سيقول موقف صريح فيما يخص الجهة التي اتخذت قرار الحرب في أبيان وحشدة القوات وأتت بها من المأرب والجوف والبيضاء لمحاولة اكتياح عدن في مثل هذه الظروف أنا أنتظر منه موقفا وأتوقع أنه سيتحدث بشكل صريح لكن نحن سيد عادل نحن خصصنا الحلقة اليوم لإضاح ما هو الموقف تجاه الخدمات والخدمات الإنسانية الجانب الحقوقي للمواطنين في عدن أخي الكريم لا تحاول أن تضي شيء هو لا يستغرق أكثر من 20 ثانية فقط في إضاح هذا الموقف ننقل التساؤل له ننقل التساؤل له سيد عادل سيد مدرم سيد مدرم هنا سيد نعم سيد مدرم هنا سيد عادل يسألك عن هو يربط مسألة معركة أبيان بما يجري الآن في عدن ومن اتخذ معركة عدن الآن كيف ترد على ذلك أنا قبل حينما انقطع الخط أشرت على ذلك حينما انقطع منه هو لم يسمعناه أنا أتحدث أن الحرب الأخيرة القارية هي بيعاج من أطراف التحالف العربي بما فيهم العربية والسعودية لإضعاف الطرفين المتحالفين معهم ليتم الاقتتال فيما بينهم ليستطيع أن يهيمن على تنازلات أكثر من كل الطرفين ونؤكد على الأخ عادل الشبعي نحن جنوبيون ولا شك في جنوبية نحن ونحن نرفض كل أي تدخل أجنبي أو أي تدخل يمني بما فيهم الحلفاء الشرعية وحلفاء الانتقالي بما فيهم الأخوان الذين أتوا من مارب بما فيهم جماعة طارق عفاش الذين أتون بل هي معركة جنوبية تدار في أرض جنوبي وتستخدم فيها أفراد جنوبيين بدعم وتمويل من طرفين الطرف الشمالي هو وقود في جبهة شقرة والطرف أيضا الشمالي طارق عفاش هو وقود في جبهة شيخ سالم وتكون الأرض الجنوبية وأبناء الجنوبيين هم مشتباحون الجنوب لن يكون جنوبا إلا بجمع كل أطرافه كل أبنائه دون هيمنة وأشير على الأخ الشبحي حينما تحدث أنه قيادات في الانتقال راجع حساباتك وراجع واتكر الأفراد الذي ذكرتهم أنه من تموم بعدا يا سيدي يا أخي حتى حتى رئيس مجلس الانتقالي هنا في عدن استكثروا أن يكون من قبل عدن أتو من منطقة معينة يعني انظرون إلى النقط الآن النقط يعني نقط باب كريتر العقبة ونقطة الحمراء ماذا تعمل الاستفزاجات نحن ضد استخدام السياكل ولكن أن يتم مصادرة السياكل الشباب العدني وبطريقة امتهان لهم يتم حرقهم أمام عينهم صادروا السياكل بطريقة في إطار قانوني في إطار دستوري في إطار منظم هذا الذي نحن نطلبه أما أنه تكون عن جهيات نقطة أسكري في نقطة يتبلطق على عباد الله لا نحن نرطف هذا السلوب وهذا الإقاف ننقل هذه النقطة منك سيد مدرم إلى سيد عادل الشبحي سيد عادل في نقطة أخيرة ورد أخير لديك كيف ترد على لماذا لا أبناء عدن لا يتسلمون الجانب الأمني وبأنفسهم ويتم استنزاف يعني يتم فرزهم وابعادهم عن هذا عن حماية أنفسهم والجانب سواء كانت في جانب الأمني والجانب الخدماتي بالنسبة لهم لماذا لا يتم تنحيتهم من جانب الانتقال أنا طلبت 20 ثانية الجواب في 20 ثانية من الأخ ضيفة من عدل وأنت تركت له المجال على وقت كان يفترض خذ وقتك خذ وقتك سيد عادل طيب أولا رئيس المجلس الانتقالي من أبناء عدن وهو من أعرق الأسر داخل عدن ويعرف الجميع من هم هذه الأسرة وموضوع النقاط العمنية يعرف الأخ هؤلاء كيف حموا عدن في 2015 ومن الحوثي وثم 2016 وهم كانوا جزء من الذين تحرروا عدن ثم قاتلوا القاعدة وداعش حينما كان لا يجرأ أحد الخروج إلى الشارع ولا وكانت السياكل ومظاهر القاعدة في كل حارة أراج توجيه جهات سياسية وهؤلاء من قدموا الضحايا من أجل تحرير عدن وليس مننا من أحد عدن فهي عاصمتنا ومدينتنا الحبيبة وهذا الأمر ليس مجال للتجاذبات أو الحديث الفارغ والاستغلال والاستخدام بالنسبة للخدمات يعرف الجميع أنه منذ العام تسعين لم تبني السلطة لم تبني السلطة مستشفى واحد فقط في عدن باستثناء المستشفى الذي بنته السعودية ولم تسمح الجهات المسؤولة باستمرار العمل فيه لأغراض وحقد على عدن هذا بالجانب الصحة لم تبني محطة كهرباء واحدة لم يبني النظام محطة كهرباء واحدة وسمح بالزياد السكاني والكثافة السكانية والبناء العشوائي من بعد 94 دون أي تنظيم ولا أي تخطيط استراتيجي تتواصق مع حجم الخدمات الموجودة من قبل الوحدة هناك التوسع في عدن دون الأخذ بالاعتبار متطلبات هذه الكثافة السكانية ومع ذلك منذ إعلان الإدارة الذاتية هناك بيان رسمي من الشركة التي كانت متعهدة بتوفير الوقود لكهرباء عدن وأوقفت سفينتين ولم تسمح لها بدخول عدن بحجة الضغط على المجلس الانتقالي في موضوع الإدارة الذاتية ويعرف الجميع ويعرف أبناء عدن هذا الأمر أنا كنت أتمنى أن يكون موقف صريح لكنه للأسف شديد يردد ما تردده أبواق الإخوان المسلمين شكرا نعم وضحت وضحت رسالتك سيد عادل الشبح هذا كلام غير مقبول وغير صحيح نعم شكرا جزيلا لك عادل الشبح كنت معنا من الرياض الناشط مقرب من المجلس الانتقالي نعود سيد مدرم أبو سراج عودة أخيرة كيف تفسر وضع أبناء عدن سواء كان الانتقالي أو الشرعي الآن في خانة واحدة خصوصا مما يعانوه الآن ما هي رسالتك للأطراف المتسببة في معاناة أبناء عدن الآن للأسف أبناء عدن وقعوا في كفي أو طرفي كماشة إحداهم تضغط فيها الشرعية والأخرى يضغط عليها المجلس الانتقالي وهذا هو الوضع الحالي الآن القائم في عدن ولكن مع ذلك أبناء عدن يؤكدون على نضالهم السلمي الدؤوب ويرفضون كل أشكال العنف بمختلف أنواعه وأشكاله ويؤكدون على استمرار نضالهم في الساحة العدنية إلى أن تحقيق مطالبهم أبناء عدن ما يطلبون إلا الختمات بل وإننا نتوقع في الخلال الفترة القادمة أن ترتفع تلك المطالب لتتحول لأبناء عدن أن يدير مديريتهم ومحافظتهم لأن أدبيات المجلس الحراكة التوري وأدبيات الحراكة الذي توافق عليها كل جنوبين من دون انطلاقه أكدت على دولة جنوبية وفيدرالية ست فيدراليات كل محافظة أن تدير أبناءها لا نقبل أن تأتي من محافظات أخرى ليديروا عدن وبعدين يصنفون هذا من مواليد عدن حينما يكون من منطقة معينة يقبلوا أن يكون من مواليد عدن يعني هو عدني ولكن آخرين حينما يكون من انتمام من منطقة معينة أخرى نعم وضحت فكرةك سيد مدرأ يصنفهم أرى الثمانية وربعين هنود صوامان نعم شكرا جزيلا لك مدرأ أبو سراج قياد في حركة ثوري الجنوبي كنت معنا من عدن وإذن شكر الموصول لعادل الشبحي كان منع من الرياض وهو ناشط المقرب من المجلس الانتقالي وشكر لكم مشاهدين الكلام على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة